السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم محمد فرج من قناة محمد استيديو. ان شاء الله النهاردة هناخد درس جميل جدا وهو ازاي نربط برامج اخرى ببرنامج اي س س ري دي. كلنا عارفين ان برنامج اي س س ري دي المتخصص في تصميم المنتجات والعبوات مرتبط مع برنامج لكن اللي احنا ما نعرفوش ان احنا نقدر نشغل عليه برامج زي الفوتوشوب او برنامج زي لو انت شغل عليه. اه ينفع لان دلوقتي احنا فيه طريقة موجودة في البرنامج ممكن اغلبنا ما اشتغلش عليها وممكن اغلبنا يعرفها على حسب خبرتك في البرنامج لكن في الدرس ده ان شاء الله هنشرح ازاي نشغل التالت برامج على حتى برنامج هنشوف طريقة تانية له نقدر نشغلها بطريقة اضمن ان هي تحافظ على الشغل بتاعي عشان في حالة ان نفصل برنامج دي. من غير ما طول عليكم يلا بينا نشوف هنشغل التلات برامج ازاي على برنامج تعالوا نشوف مع بعض ازاي نستعمل الطريقة الاولى ان احنا نقدر نشتغل على التصميم بتاعنا من غير ما نوعد كل شوية احنا نعمل له update من اللي هو IS3D اللي موجود في الانستراتور. واحنا قلنا قبل كده ان الطريقة ديت بتساعدني ان انا اشتغل بارياحية وما خافش ان التصميم يفصل مني او البرنامج يفصل مني فيضيع مني الشغل. ده برنامج الاي سي سي دي. طبعا انا بضغط على كرتون فولد اب. وبعد كده بابدأ ان انا استدعي الملف بتاعي اللي هو الضيقاط. والملف بتاعي هنا مسلا وليكن ده. واقول له open. واقول له اوكي. فهو بقول لي عرف لي كلام دي كله احنا شرحينه قبل كده. فبقول لي القط والفلود. فبقول له تمام انا موافق. فبعرف لي automatic. فانا بابدأ اقول له واعمل لي. فيبدأ هو يعمل لي تقطيع للخطوط دي واتعرف عليها عشان يقدر ان هو يشتغل بيها. تمام. دلوقتي بابدأ اعمله عشان اشوف الشغل بتاعي. اظهر لي بالطريقة دية. بعمل على من الموجودين. كنترول اف. وابدأ ان انا اقول له تسعين درجة. بيقفل بالشكل ده. احنا بس عايزين يعني تقفيل مبدأي كده وبعد كده نبدأ نقول له اضيفي الموديل ده للمشهد بتاعي بالطريقة اللي انت شايفها دي. لحد الوقت تمام. لاحظ معي هنا عشان ابدأ ان انا ادخل على السندوق. بلا هنا ايكونة اي اي اي. ان انا ادخل على برنامج. انا مش عاوز كده لان هو طبعا عامل او انشاء آآ الملف ده او بين البرنامج والانستريتور انا مش عاوز كده. انا كل انا عاوزه وحعمل حاجة ظريفة جدا. هخش من قائمة ايدت. ومن قائمة ايدت هقول له اعمل لي بتاعي لآي سري دي بي دي اف اديتور. تمام? آآ البرنامج ده طبعا برنامج جميل جدا وموجود عامل زي ادوب داي منشن كده لكن على متخصص شوية. لكن للأسف ما معناش اي حاجة آآ تفعله. خلينا هنا بنغير. هلاحظ ان هنا اتغيرت العلامة عندي لالبي دي اف. لحد دلوقتي ممتاز. انا كل انا هعمله بقى دلوقتي ان انا انا هبدأ اجعه على السندوق ده. مش هفرق معايا بقى ان انا اقفل الوش الداخلي او الخارجي ما فيش مشكلة ده البدي اف. هرجع على برنامج الالستريتور واشوف التصميم بتاعي. ده التصميم بتاعي اللي انا هشتغلت عليه بالاللستريتور. ما فيش اي مشكلة خالص طيب. الميزة في برنامج الالستريتور دي بالنسبة للخطوة رقم واحد او الطريعة رقم واحد. ان انا اقدر اخلي برنامج البرنامج اسري دي اتعرف على التصميم بتاعي اي 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 وبيدي اف. طيب الميزة طبعا ان اقدر اشتغل عادي وبعد كده اعمل وبعد كده اروح للبرنامج اعرفه على الملف بتاعي اول مرة طبعا وبعد كده اقدر اعدل. هتميز هنا في ايه? هتميز ان انا لو انا دلوقتي البرنامج بتاع فصل مش هياخد معي التصميم اللي انا شغال عليه دي حاجة. وحقدر اشتغل بدون ربط كل شوية بالبرنامج اه اعمل ابضيت ابضيت ابضيت. تعالوا نشوف مع بعض. انا هسيف التصميم بتاعي بطريقة عادية خالص. يا اي 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 اما بيدي اف. انا اعتبر احنا سيفنا اي ااي. وحقفله. طيب بعد كده طبعا انت ممكن تكون عامل UNLAYRAT فانا دلوقتي هاخشي على البرنامج وقول له انا عاوزك تستطيعي لي بيدي اف. تمام? هنا هبدأ ان انا استعرض التصميم بتاعي. هذا استعرض تصميم بتاعي ازاي? هنا افتح وبعد كده اجي على التصميم بتاعي. اللي هو طبعا تختار اي هنا انا هختار الرد. هو طبعا اي اي دلوقتي بيجي لي بالشكل ده بامسك الماوس وابدأ ان انا احركه. اطلعه يمين اطلعه اشمال وعندي طبعا عشان اقدر اتحكم بدقة اكتر عندي الاتجاهات اللي موجودة هنا. هنزل كده. اجيب كده. هعمل محازاة مع الضيقات اللي موجود مع الضيقات اللي انا اشغل عليه. الطريقة دي كده اهو. ممتاز. طلع ممتاز. كده ممتاز. هلاحظ عندي دي اللي يارات اللي هي موجودة وانا انشأتها في ملف الاي اي اي اي. اقدر بقى الغي الضيقات. الشيء الصحيح من هنا. واشوف ايه القط اهو لغيته. وبعد كده الغي الير تمانية. والغي اللي فيه ده. يبقى دلوقتي عندي التصميم زي ما انت شايف. هبدأ ان انا اعمل في الاي سي سري دي. وبكده بكل مرة مش لازم ان انا افتح البرنامج اي سي سري دي على التصميم بتاعي او الشغل السري دي. وابدأ ان انا اعمله الانتين هيكونوا مربوطين تلقائي. واي حاجة هغيرها مش كل مرة هعادل التصميم لانه خلاص هو اتزبط مع السري دي اللي انا اشتغلت عليه. دلوقتي حلاء التصميم ظهر قدامي بالطرية ديت. وهنا بدي اف. طيب انا عاوز اعدل اعدل ازاي? لو فربنا مسلا ان انا دلوقتي هفتح التصميم بتاعي اللي انا اشغل عليه على برنامج وحسيبه مفتوح على برنامج خالص واشتغل عليه. ما فيش اي مشكلة. وهطر ان انا مسلا اعدل وليكن اه اللون مسلا اي لون من الالوان اللي موجودة ديت. لا اي لون. ولا ناكل مسلا نجرب ان الاخضر ده يكون اي لون. اي لون من الوان ده بس نجرب. وليكن اللون ده. لا بلاش خلينا عاوز ان اللون يكون صهر شوية. خلي اللون ده. تمام? وهعمل كنترول اس. وارجع تاني على البرنامج بتاعي. ابدأ ان انا ادخل على البي دي اف. وعمل له برضو استعراض تاني. وبعد كده اجيب الملف بتاعي اللي انا اشتغلت عليه. وقول له اوبن. هلاحظ ان هو هينزل اوتوماتيك مش هاتطر ان انا ازبط. وحلاقي ان اللون الده بيتعدل معي. ما فيش مشكلة خالص. وانا فاتح برنامج اللي نستريتو وبشتغل عادي. وبعد كده اعمل ابدأ. طيب هلاحظ هنا في الابديت اللي موجود تحت انه ممكن ياخد شوية وقت. ليه شوية وقت اللي انا انا عامل بتاعت الرندر اعلى حاجة. تمام? لو انا عامل بتاعت الرندر هنا. آآ بري فيو. هتبص تلاقي الرندر بقى سريع جدا. فهعمل ابديت انا عملت ابديت فعليا فانا عامل تامن. هبص هلاقي ان التصميم بتاعي او الشغل بتاعي بالطريقة اللي انت شايفها ديت. آآ وده بيكون اسهل بالنسبة لي وانا بشتغل بالطريقة ديت. لان انا بقدر اشتغل على بنامج اللي مالوش دعوة او مربوط. لان طبعا كل ما باقي اعمل هنا بيبدأ ان هو يقفل التصميم هنا. وده بسبب لمشكلة ان لو كان خط مش مدعوم ان هو يتسيف كبيدي اف او يتسيف كحاجة بيقفل للتصميم كامل وما بدرش قلقين. آآ ده بالنسبة للطريقة الاولى. طيب انا نشوف الطريقة التانية اللي هي لو انا اشغال على برنامج للفوتوشوب. وعاوز اعمل الشغل بتاعي هنا اعمله ازاي? يلا بنا. دلوقتي انا ما بعرفش اشتغل على برنامج او ما بحبهش. واغلب شغلي على برنامج الفوتوشوب. ومحتاج ان انا اشتغل على بتاعي. وابدأ ان انا اديه للبرنامج عشان اقدر اشوفه. مفيش مشكلة خالص. فرضنا ان ده التصميم بتاعك وانت اشتغلت عليه كل حاجة كلها هتعمله هتخش من قائمة وتقول له وبعد كده تختار الهنا تمام? فوتوشوب بدي اف. ممكن تسيب الليارات عشان نقدر نخفي الحاجات ديت او بتحزفها لكن انا بسيبها. وبعد كده ابدأ ان انا يجع على اي آآ فايل عندي وليكن المفروض يعني يكون فين ضمن الفايلات يعني بس خلينا في حاجة زي كده ونعمل له ونعمل له اوكي. تمام? آآ براحتك آآ مفيش مشكلة شوف خلي لما نشوف وبعد كده نقول له اوكي. طيب. هنبدأ نروح عندنا هنا على البرنامج ونفس الطريقة نبدأ ان احنا نستعرض ونقول له هنا استعرض لي على وبعد كده تعلي هنا على الفايل ده واختار الفايل ده. هلاقيه نزل معايا بالنفس الطريقة اللي انت شايفها ديت وبعد كده اعمل هنحاول ان احنا نغير في الفوتوشوب ونبدأ ان نشوف الطريقة تانية نشوف هل هو هيستقبل مننا ولا لا لو انا عملت خلوز هبص الاقي نفس التصميم قدامي بالشكل ده. هارجع تاني لبرنامج الفوتوشوب. وابدأ اقول له والله انا عندي ان ده او ده هخليه لون تاني وليكن اللون ده مسلا زي ما عملنا المرة اللي فاتت لون دهب بطريقة ديت وقول له اوكيه. وبعد كده ابدأ اعمل طبعا خلي بالك هنا انا مسيف بي اس دي. آآ فانا هسيفه آآ تاني فوتوشوب آآ او او هقفل ده خلاص وبعد كده ابدأ ان انا اشتغل على التصميم بتاعي اللي هو اصلا معمول آآ بي دي اف لاني طبعا نعمله ليارات. اهو هسحبه على بنامج الفوتوشوب شوف هو ليارات تمام? وهنا اصلا هو بي دي اف. فانا اشتغل عليه عادي مفيش اي مشكلة خالص لانه ليارات اقدر ان انا اتحكم في النص عادي مفيش مشكلة اهو. يعني مسلا ادي النص اهوات ممكن انا اتحكم في النص عادي مفيش مشكلة. واكتب نص جديد وكل حد. فانا هشتغل عليك بي دي اف. وبعد كده ابدأ ان انا اغير مسلا اللون ده. لأ اي لون? وليكن اللون ده كده. وبعد كده ابدأ اعمله سيف على طول. شوف سيف على طول يعني هيتسايف على اللي انا اشغال عليه. بعد كده ارجع تاني هنا للبرنامج ونفس النظام اضغط على ايكونة الخاصة بالبدي اف. وابدأ ان انا جيبي الملف بتاعي اللي انا اشتغلت عليه. وهو اضغط عليه. ابص لاقي هنا. ده اتغير زي ما انت شايف. واقول له update. نفس الفكرة هبص لاقي ان الشغل بتاعي. بالطريقة دي. تمام? الطريقة التالتة لو انا اشغال على تعالوا نشوف احنا نقدر نفس الخطوات ولا هيختلف اه حاجة من الحاجات اللي احنا قلنا عليها. دلوقتي انا اشتغلت التصميم بتاعي على برنامج آآ طيب. انا طبعا مش شغال على برنامج فانا جبت التصميم بتحس ان هو آآ يعني كله آآ معمول له يعني مش قادر اعدل الخطوط لكن اقدر اعتقد اعدل الالوان. فمبدائيا انا دلوقتي اشتغلت على التصميم هنفرض ان انا اشتغلت على التصميم كل حاجة وطبعا المفروض هنا هيكون فيه ليارات لكن خلينا نعمل فايل اكسي بورت ونختار آآ طبعا انا مش عايز فانا هعمل بس فايل اكسي بورت. وهختار هنا على الديسك توب. وابدأ ان انا نفس النظام ايجي هنا وبس هخلي طبعا ده رد وبعد كده يخليه تو. وعمل له اكسي بورت. تمام? آآ الاوبشن دي كلها مش عايز ان نخش فيه هنعمل اوكي. نرجع هنا وبعد كده نخش نفس النظام على البي دي اف ونبدأ نستعرض الملف بتاعنا. نبدأ نجيب تو. نزل تمام ما فيوش اي مشكلة خالص. آآ نتأكد بس ان هو تو. فعلا تو. تمام? آآ نعمل تمام? هلاحظ معي ان التصميم بتاعي يشتغل هو. طيب نرجع تاني هنا. واحنا شغالين طبعا آآ هنعمل اللون الاخضر التاني ده. ويكون مسلا لون تاني. وليكن لون ازرق. وبعد كده ابدأ اعمل له على طول عشان هو طبعا انا مسايفه بدي اف. وارجع تاني هنا. ابدأ اقول له استعرض. وابدأ اخش هنا. واقول له بدي اف. آآ تعالوا نعمل سيف اه اكسي بورت. ونختار الفايل بتاعنا ونعمل له اكسي بورت. اوكي. اوكي. ونخش هنا على البرنامج. تاني. ونجيب ده تاني. هبص اللي هي تغير معي. لانا طبعا انا عملت سيف وحفظه كملف اما لازم اعمل له بدي اف. فظهر اللي بالطريقة ديت. بعد كده اعمل افديت. ويكون عندي الشغل بتاعي بالطريقة اللي انتم شايفينها ديت. وبالتالي اقدر دلوقتي استخدم مع اغلب البرامج اللي انا اشغل عليها. كده احنا خلصنا لو عجبك الفيديو ما تنساش انك تفعل زر الجرس. وتشترك في القناة. وتشارك الفيديو مع اي حد مهتم في مجال تصميم المنتجات والعبوات او تصميم بصفة اهم. هشوفكم ان شاء الله في دروس قادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.